موسيقى السيدة أرمغان كانت امرأة مبتهجة وصاحبة عيون تلمع واجتماعية قد كانوا متزوجين لمدة 20 عاما قد تزوجا في سن مبكرة مرت السنوات وكبر أولادهم وتحسنت أوضاعهم المالية وحان الوقت أخيرا لكي يعيش حياتهم زوجها كان رجلا طيبا متعلقا بعائلته لكنه كان شخصا صامتا لا يظهر حبه واهتمامه بزوجته حتى ليوم واحد لا يلاحظ حتى لو كانت المرأة المسكينة ترتدي ملابس أنيقة للغاية تذهب إلى مصفف الشعر وتغير لون شعرها حتى لو فقدت عشرة كيلوغرامات حتى لو فعلت كل هذا لا يلاحظ ذلك ينام مبكرا بعد العشاء متهجم لا يتكلم إلا إذا كان ضروريا لا يبتسم المغانة التي بدأت في الغلايان عندما وصل سن اليأس إلى الباب حاولت جاهدة العودة إلى الأيام الأولى مع زوجها والحصول على القليل من الاهتمام منه في هذه الأثناء في المكان الذي كانت تعمل فيه كان هناك شاب مهتم جدا بها وينظر في عيونها بإعجاب ودات يوم كانت غادبة مرة أخرى من زوجها وأبدأت أرمعان بعد التودد مع الشاب الذي لمفوت هذه الفرصة وبدأوا بالمراسلة كل مساء كانت أرمعان تضع الحاسوب أمام زوجها مباشرة وتتراسل باستمرار مع ذلك الشاب وتضحك بخفة بينما تقول مع نفسها وهي تنظر إلى وجه زوجها هل سوف يلاحظ ذلك يا تورا؟ مرت الأيام لكن زوجها لم يهتم ثم نظرت أنه لن يتم الأمر هكذا وهذه المرة بدأت في العودة إلى المنزل في وقت مدأخر من المساء في الحقيقة لم يكن هناك علاقة جدية بينها وبين ذلك الشاب سوى رسائل حب كان كل همها هو إيقاد زوجها من نومه العميق لم تكن تلتقي بأحد في المساء بل كانت فقط تتجول في السوق لكي تعود إلى المنزل في وقت متأخر وزوجها قد تجاهل ذلك أيضا لمرة واحدة فقط لم يسأل زوجته أين كانت في أحد الأيام عادت أرمعان إلى المنزل في وقت متأخر جدا عن المعتاد كان الزوج جائعا ينتظر زوجته لتعود إلى المنزل لأجل تحضير العشاء وعندما لم يصدر منه أي صوت فقدت أرمعان صوابها وذهبت وأمسكت الرجل من ياقته وقالت له يا رجل لقد كنت أقوم بخيانتك منذ شهور لدي حبيب شاب وأترسل معه كل مساء أمامك وعند خروج من العمل في المساء ألتقي به انظر هذا هو اسم الشاب ورقم حاتفه وهانا أمامك لنرى ماذا سوف تفعل نظر الرجل إلى أرمعان وإلى الورقة التي في يدها سوف أطلقك أترك المنزل على الفور قال ثم ذهب إلى الفراج ونام بعد وقت قصير عندما سمعت أرمعان شخير زوجها من غرفة النوم غضبت أكثر لقد كانت تأمل في أن تندلع عاصفة كبيرة في المنزل وأن تتشاجر مع زوجها كنت أرغب كثيرا في رؤية الغضب في عيني زوجي نظرا لعدم وجود المحبة يكون هناك غضب على الأقل لقد انتظرت كثيرا لكي يغضب مني ويقوم بضربي ويحاسبني على فعلة تلك ثم يجد ذلك الشاب ويجعله يندم المرأة مثل هذا الكائن إنها تريد حبا مفعما بالحيوية واهتماما لا ينتهي وتريد دائما أن تشعر أنها مهمة جدا وقيمة بالنسبة لزوجها وخلاف ذلك فإن الحياة غير مهمة لها وبلا طعم عارف الكثير من النساء اللواتي خاطرن بالموت من أجل هذا السبب وأرمغان واحدة منهم زوجي لم يقم بذلك حتى حتى أنه لم يغضب مني قالت أرمغان وهي تبكي ذلك يشبه قول إحدى مرضاي التي جاءت من القرية حينما قالت لي لم يعد زوجي يضربني حتى كان الأمر كما لو أنها قالت أن الأمر لم يعد يقتل حتى قد كان زوجها يتجاهلها لدرجة أنها كانت تشتاق ليضربها يعني أن عدم وجود الحب يساوي الموت في روح الأنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر